اشتركوا في القناة مظبوط ولكن احنا كمانا مش بعمر كتير صغير ونبلش نفكر بفحوصات دم مظبوط قبل ما احكي عن الفحص الدم لنحنا بسكرينج تاست لازم كل الناس تعرف انه نحنا مش لازم ننطر شخص تيسخن او تالمرض يتقدم بجسمه لنفكر انه نعمل فحوصات السكرينج تاست وهو الطب الوقائي او المدسين بريفانتيف الانسان حتى لو ما عنده اي عوارض مفروض يفكر يعمل هيدول الفحوصات اول فحص نحنا انا في عنده ثلاث سلايدات اذا مننزلون فينا نشوف السوات فينا نشوفهم هلا نشوفهم انا قصمتهم على ثلاث مراحل مظبوط هاي اول واحدة شو الفحوصات اللي بتنعمل عند الرجال وعند النساء اول فحص بنعمل هو بالبيت البلاد براشر واحد ييصدرته ما في عمري معين اي متى واحد بيصدرته اجمالا اذا واحد ما كان عنده اي عوارض بحس فيها ان كان وجع راس او ان كان دوخة فيه بعد عمر العشرين سنة يبلش ييصدرته اذا كان 12 ع 8 كتير منيح بين 12 وال 14 ع 9 ببلش هون ساعتها يشوف درته اكتر من مرة او مرتين بالسنة اه مرة او مرتين بالسنة بالسنة بقى لا ناس هون بتخاف كتير واكتر من 14 ع 9 لا طبيعي بدي يشوف طبيب اختصاصي ليشوف شو السبب ليه درته عم بيضلوا يلعب هادي بالنسبة للضغط نعم بالنسبة للفحصات الدم للفحصات الدم كمان ما في عمري معين اي متى واحد بيبلش بفحص دم بس بعد عمر العشرين سنة اذا واحد ما كان عنده اي عوارض قبل بحس فيها بعد عمر العشرين سنة نتمنى نبلش نعمل اول فحص اللي بيشمل الفورمول اللي هنا الكوريات البيض والحمر والبلاكات الفحص السكري والمخزون الكبد الكلاوة واكيد الردة وفينا نطلب فيهم الفيتامين د والحديد وما انسى المخزون والسكري هيدا بعد العشرين بس قبل العشرين شو المفحصات المعقول اللي يكون بحاجة لألا بدون ما يكون في مشاكل الولاد هلأ الولاد اذا نحنا كان في عنا الاهل عندهم مشاكل ضغط او قلب او عندهم كوليستيرول وبيخدو له دواء انا بفضل عند الولاد وتيبل شيوعه صار عمر فوق السنتين ثلاثة نعمل له نولا انه فحص دم تنشوف اذا في عنا كوليستيرول نحنا منسميه اموزيغوت اتيروزيغوت اذا لازم يخد له دواء او بكفي انه يتابع نظام رزاء معين وهيكي بنحميله شرين قلبه من هو وزغير يعني بيبين من عمر صغير اذا كان في مشاكل عبر طبيعي من اول ما يخلق الولد اذا حامل الجان بيبين عنده الكوليستيرول من وقت ما يخلق فنحنا وقتا شوي على الولد سنتين ثلاثة اربع سنين اكيد بيراجع طبيب البيدياتر الاطفال وبيقله اي مطاب بيبلش يعمل اول فحص هيك نحنا بنكون عم نحمل الولد من هو وزغير ونحمله شرين قلبه واكيد اذا كان الولد ناصح مفروض كمان تتابعه اخصائية تغذية وتشوف شو السببب شو الاشياء الدورية التانية لازم تنعمل ندور الفحص الندور مفروض ينعمل عند كل الناس وبرجع بركز عشار لي حتى لو ما عندكن اي عوارد بتحسوا فيها يعني مش رح ننطر نحنا ليصير في عنا دم بالخروج لنحنا نعمل ندور بعد عمر 50 ندور المصران ندور المصران ندور كولونوسكوبي بعد عمر 50 سنة كل الرجال وكل النساء لو ما عندن اي عوارد بحسوا فيها مفروض يعملوا ندور هون منشوف النتيجة اذا كانت ايجابية نعم كل عشر سنين فينا نعمله مرة واحدة اذا ما كان في شيء ابدا كل عشر سنين ما عنده اي عوارد جانبية ندور ابدا اذا كان المريض متحضر مظبوط والحكيم فايل بطريقة كتير مظبوطة اكيد ما في عنده اي عوارد وكل الناس بتخاف هوا بالمصران عقدة بالمصران فيه كم حالة ممنوع يعملوا ندور فيها اكيد الطبيب الجاستروانتيرولوج هو اللي بيشوف له شو هنه كم حالة ما فيهم يعملوا ندور بالندور وقتا احنا نعمله اذا كان كل شيء ضيف كل عشر سنين مرة واحدة بيعمله اذا كان متحضر بيجعب قول مظبوط ايمطا بنعمله قبل عمر 50 سنة اذا كان في عنا عنصر ويرات بالعيلة ساعتها بنعمله عشر سنين قبل اظهر واحد بالعيل اللي عمل سرطان بالمصران وندور المعدة ندور المعدة ما قلو انديكاسيون كسكرينيك تاست يعني كارت اذا كان حدا بيحس اكيد بعوارد بيعمل وبدي اقول شغلي كمان عملي معروف اذا واحد كان عنده بالندور تبين عنا تويليل من ساميه بوليب عنا كذا نوع بوليب منبعثهن على الزرع فيه كم وحدة ممكن تتحول لسرطان لبعض وقت هون بيقول الحكيم المعدة بعد سنة لثلاث سنين مفروض نرجع نعيد الندور ما بنعمل شي يعني بهالوقت بس بشيلهم دجا وقتا شيلهم دجا نحن امتا منصير نحكي عن ترقق عظم وكيف بيكون السكرينينج صورة لترقق العظم مفروض تنعمل كمان عند الرجال ونساء كلهم بعد عمر 65 سنة كل ما نكتشف عبكير ترقق العظم كل ما يكون أحسن نحن نسمع خطيارية وقعوا كسروا حالهم شو هي كيف بيكون السكرينينج هي صورة صورة للجسم كله اجزاكتلي اجملا بنققوا او الكولون لومبير والفاميور في نققوا محل تاني اذا الواحد عنده ارتروز او هلا وبدأ اسكر بشر لي بنعمل صورة لترقق العظم قبل هيدا قبل عمر 65 سنة في بعض الحالات يعني اللي عم ياخد كورتيزون عوقت كتير طويل اكتر من ثلاث شهر او الناس اللي اكلوها ضرب كتير زريري وكسروا حالهم او الشخص الكتير ضعيف من سميها دانيوتريسيون في بعض الحالات او شخص بدخني كتير هو بالدنيا عمله صورة لترقق العظم قبل عمر 65 سنة مشاكل القلب والشرايين وانت واحد بيصير يجري بيشوف اذا في اي مشكلة انا في اوقات كتير بيكون المشاكل صامتة يعني ما عندها عوارض واضحة مية بالمية هلا نحنا للسكرينيك تاست اول شي سمينا رجال والنساء رح نذكر شو الفحوصات اللي بينعملوا عند الرجال بيناتهم لحضرتك جبت سيتهم عند الرجال بعد عمر 65 سنة لل75 سنة في الصورة التانية كمان ابدأ عزبك نعم مفروض نعمل السكرينيك للأورت اللي هو الشريين الأبهر هو الشريين الأساسي اللي بينزل من القلب هيدا الشريين في عندي أول صورة اللي هي كتبين تحتها نورمال يعني هيك مفروض تكون طوله ثلاثة سوري ديلاتاتيون طبعه ثلاثة سنتيمتر اذا ليني انه كتير عم بيوصع هيدا الشريين هون صار في خطر كبير على الانسان يا ما هون نخزق ويا ما عملوا ريبتور يعني فقع وما منقدر نلاحقهم أبدا ساعتها فبعد عمر الخمسة وستين سنة وصورتوا اللي بدخنوا كتير واللي عندوا المشاكل بالقلب مفروض يعملوا صورة صوتية للبطن من سمية ايكوغرافي أبدومينال تنشف فيها الشريين الأبهر كل هالسكرينيك تست بيعطوا بوضوح الحالة شو بتكون أكيد هون قبل بوقت منكتشف المرض ومنعالجه في بعض الحالات ما بيبين عنا شي من هون بحدد الطبيب إذا لازم نعيده بعد سنة بعد سنتين كل فحص مثل ما هلأ عم شي بصيرته كل فحص إله عمري معين أي متى بنرجع منعيده وكل نوع من هالفحوصات بدوا الاختصاص بها المشكلة حتى اللي يقدر يلقي لنا الجوال يعني طبيب حيالة طبيب يقدر يطلب الفحوصات وقته يبين فيون شي طبيعي ساعتها بيحاولوا عن طبيب المختص ما مجرى فيش وضع يعني في بس فحص عند الرجال كمان ما ذكرته هو البروستات نعم منفضل ينعمل فحص البي أس آتوتال لهو فحص البروستات بعد عمر الخمسين سنة أو عشر سنين قبل إذا كان في عنا عن صورات بالعيلة وممكن كمان الطبيب المجاري البولية يعمل توشي ريكتال وهو الفحص الأصبع نعم وهي دين مفضلت نعمل كل قدية الفحص البروستات بعد عمر الخمسين سنة بينطلب كل سنة بفحص الدم وجعلت قوي بعمر الأربعين إذا كان في عنا حدا بالعيلة بدي هون بس أولى العالم لأنه بيجوا فحص البي أس آتوتال هو فحص دم بيجوا أنه طالع فوق النورمال بيكونوا خايفين كتير لا ممكن يكون في عنا التهاب بسيط بالبروستات بينحال بانتيبيوتيك بس ومش داو يكون كنسير كل ما نحن شفنا نتيجة شوية عالية فإذا نرجع عند النساء هلأ في صورة الثالثة والأخيرة أريد أن أعذبكم تانكيو عند النساء اللي هو أهم ما فحص لأنه يتكاتر بشكل كتير كبير بدنا نعمل الصورة شععية للثدي هلأ في عنا شي أول صورة يعني المرة بدي الصدرة هي عم تتحمم وكمان الحكيم ممكن يدسلها صدرة بس هيدا الشي منو فياب يعني أيام بيكون في درنة ومش مبينة اكزاكتلي فلازم نعمل الصورة الشععية للثدي بعد عمر الأربعين سنة نحن هون بنعملها في لبنان كل سنة أو سنتين إذا كانت ما فيها شي وإذا عند الضرورة منطلب معها إيكوغرافي مامار يعني صورة صوتية للثدي تنشوف إذا في تكيّوس تليوف كل حالة بحالتها إذا كان كل شي طبيعي كل سنة سنتين بتعيدها إذا كان في عنا في برام أو كيستنبينين بالستة شهر للسنة حسب الحاجة منعمل وإيام نعمل زرع بيوبسية أو إي أرقام لنوضح الفكرة أكتر يعني إيام منعمل ولا ضروري لا إيام يعني إذا شفنا على الإيكوغرافي ماموغرافي نحن منقصمهم يعني كلاس إذا لقينها أنه ما في شي بخوف منقلهم المريض بعد سنة سنتين عيدة إذا لقينا في شي شكين فيه أو مش كتير واضح عنها منقلهم بعد ستة شهر بعد سنة وإذا كتير شكين منطلب بيوبسية زرع أو منطلب إي أرقام شو الفحوصات الثانية عند السيدية اللي لازم يكونوا فحوصات دورية الأهم شي هو فحص لإزازة فحص لإزازة الأداء يعني نحن في عنا دو تيورية عنا الإيكول فرانسيز والإيكول أمريكان الإيكول الفرانسيز بتقول فحص لإزازة مفروض ينعمل الفروتية يعني بابسمير مفروض ينعمل الفرانسيز بعد عمر 25 سنة والإيكول أمريكان بعد عمر 21 سنة بس مهم تكون المريضة تحت عمر وبدأ قول شارلة لعمر 65 فينا نكفي نعمل هذا الفحص بس لازم تكون المريضة صار عندها علاقة جنسية تتعملوا أكيد كل ثلاث سنين فيها تعملوا إذا كانت النتيجة إيجابية وين يعني بيبين أنه في مشكلة ممكن أنه تتقطع بعض وقت وقتا نحن نعمل فروتية بنبعث أكيد سيتولوجيا الزرع بفرجونا إذا في عنا خطورة أنه تعملنا سرطان عنك الرحم حتى لو مش موجود هلأ حتى لو ما إنه موجود هلأ بيبقى فيه كمان عنا الفيروس فينا نشوفه البابيومافيروس بيشوفه إذا ممكن يصير عندها مع الوقت إذا إيه أكيد بيعطيها البركوسيون إحنا سرعنا هلأ الفاكسيناسيون عنا نوعين طعم بينعملوا من بعد عمر التسع عشر سنين كرمال الوقاية من سرطان عنك الرحم بينعملوا أفضل أنه تكون وحدة ما عنده علاقة جنسية بس في دراسة بتقول حتى لو سرع عنده علاقة جنسية بعده بفيدة بعده بفيدة إذن فحص الأزازي بقدر يبين شو معقولة يجي بالمستقبل لأوقات هيدا اللي صار مع أنجيلنا جولي أنجيلنا جولي صارت الخبرية بالصدر بالصدر في عنده كان بعيلتها عندهم سرطان ثدي فبعت فحص دم وهو براك براك دو بيشوف الجن طلع أنه عنده نسبة كتير عالية أنه يصير في عنده سرطان ثدي هون ساعتها إذا صار في هيك بيحكوا مع الأمراض السرطانية الطبيب والطبيب المختص نسائي وبتشوف إذا هي بدت شيل صدر هون حتى لو ما كان عندهم بيان شي على الإيكومة ما بيأثر شي على الصحة العامة يعني نحنا يعني مش كل الأطباء بيمشوا فيها يعني حالي حالي حسب الدافي عنا بالعيل عندهم سرطان فإذا إذا بنقول أنه فحوصات تورية ضرورية بنكون لخصتهم بهالكم نقطة بس إذا بنقول أنه الشباب والصبايا الصغار شو الفحوصات اللي لازم يعملوها أو شو اللقاحات كمان اللي لازم يعملوها لأن في لقاحات عم تتأتى مع الوقت جديدة بيكونوا يمكن ما أخذوها بعمر صغير فإذا فيه أوقات في بعض اللقاحات ممكن أنه نرجع نستلح حالنا هنا أنا بتمنى كل واحد عنده كرنة دو دفتر الطعم اللي عام له الزرير يأخذو عند الطبيب الموجود إن كان صحة عامة أو البادياتر أو حيالة واحد متابعو تيشفلو شو الفحوصات اللي ما عملها والفاكسناس الطعم اللي ما عملوها أكيد لازم يرجع يعملها خصوصا إذا كانوا بيشتغلوا بمستشفى أو معرضين كتير يلقطوا التهابات أو أفكسونيات من غيرهم وبعد قبل في الوقت قطع قطع كتير بصرعة بس بدي أحكي بعد ثلاث قصص بصرعة كتير بصرعة كتير أول شغلة بدنا نركز كمان على الدخان نساعد الشباب والصبايا إنه قد ما فيهم لنوقف دخان كنا منعف تاني نقطة عن الأوبزيت كل اللي عندهم وزن زيد الدبريسيون يعني اللي عنده اكتئاب واللي عنده قلق كمان مفهوض نحن نساعده لأنه كمان بيودينا لأمراض ومشاكل بالقلب وش تاني دكتور تانيا لطفيون الصحة عامة وتغذية سريدرية وعالجي ألاو سالفيك شكرا لوجودك معنا ونرجع من تبع معاري لوكينج خليكن معنا تاني